المدرب الياباني أول مدرب يفوز بالجائزة ما يدرب فريق أول يعني لا نادي فريق أول يجيب دور الأبطال ولا منتخب أول فاز بالجائزة وهو مدرب منتخب أولمبي وهذا الشي يعني لافت للنظر في آسيا في هذه النسخة من الجائزة ما في شيء يعني أول شيء نحققها مرتين طبعا نعرف أنه مدربين الفئات السنية يستمرون لفترات طويلة وهذه أيضا تعطيهم أفضلية على المدربين الآخرين الذين يقودون فرقة ومنتخبات ومعارضين للإقالة إضافة لأن الثورة الكبيرة التي تعيشها اليابان ما في شك أن كثير من اللاعبين يظهرون في المنتخب الياباني ويظهرون في الخارج نتاج الفئات السنية الموجودة في اليابان ومنتخب العلم باليابان دائما منتخب من المنتخبات الرائعة ويتقدم مستوات لذلك غير مفاجئة كنت أتمنى أن يكون فيه مدرب سعودي موجود في هذه القائمة أو مدرب ينشط أيضا في السعودية ولكن هذه فاتتنا أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر